تصعيد ايراني قد يشعر الخلافات مجددا حول نشاطها النووي رئيس البرلمان الايراني محمد باكر قليباف اعلن ان طهران لن تعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسجيلات كاميرات المراقبة لانشطاتها النووية واضف قليباف في كلمة له خلال جلسة للبرلمان برئاسته انه لن يتم اعطاء صور الكاميرات المراقبة مجددا الى الوكالة الدولية ايران عازمة على تطبيق قانون الغاء العقوبات ولن يتم تجديد مهلة الاتفاق مع الوكالة الدولية وبدأت ايران في تطبيق قانون الاجراء الاستراتيجي لقانون الغاء العقوبات في ايران الامر الذي سمح لها برفع الانشطة النووية منذ ديسمبر الماضي وكانت منظمة الطاقة الذرية الايرانية قد وقعت اتفاقا مؤقتا لمدة ثلاثة اشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اثناء زيارة مديرها العام رفايل جروسي الى طهران في فبراير الماضي اي يومين قبل مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتجديد الرقابة على برنامجها النووي وبعد انتهاء مدة الاتفاق في مايو الماضي اعلنت ايران ان الكاميرات ستواصل مهامها لمدة شهر اضافيا لتسجيل الانشطة النووية بغرض منح الفرصة لمفوضات فيينا لانجاحها وانتهكت ايران عدة مرات الاتفاق النووي كان اشدها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 60% وتشترط التراجع عن الانتهاكات برفع كافة العقوبات الامريكية اشتركوا في القناة